اشتركوا في القناة المصر المرسى من تونس موزينجا البروندي وكانون دينجيل وفريق في كلاب من الكونغو الديمقراطية النادي الاهلي وقع في المجموعة الاولى مع نوكيمبا الاوغاندي ونيونجا الكاميرون وريفينيو الرواندي النادي الاهلي بصفته المنظم فالقانون بيدي له الحق فيه انه يبقى في المجموعة الاقل عدد المجموعة التانية مجموعة فيها نادي قرطاج من تونس هراري سيتي من زمبابوي نجمة شلف من الجزائر بيدي اف من بتسوانا وبافيا من الكاميرون مجموعة التالتة في منتهى القوة الشمس وفاب الكاميروني وبايبلاين الكيني ودي اجزي اس بي من الكونغو وفيجن الاوغاندي والربعة البرزنز الاكيني وانجز الكاميروني والجمارك النيجيري وداونز من بوركينا واسك الافواري دي الاربع مجميع خلينا نقول لحضراتكم ان الافتتاح بكرا ان شاء الله غدا في الخامسة مساء ما بين النادي الاهلي واني كومبا الاغندي هتبقى على صارة الامير عبدالله الفيصل في فرع النادي الاهلي بالجزيرة كل الامور حركوا شفتوها في القرعة عدد كبير ولم يشهد من قبل مشاركة كل هذه الاندية في بطولة افريقيا للكرة الطائرة اذا المؤشر في تصاعد كرة الطائرة للكرة السيدات في تصاعد الامور والمشاركة اصبحت اكبر وده بيبين لك المؤشر العام التوجه ده الى المشاركة والتنافس والبطولة دي اعتقد انها تبقى اقوى البطولات في تاريخ بطولة افريقيا للكرة الطائرة بين كل المتنافسين الكلام اللي كان فيه وقع المؤتمر الصراحة كان فيه كلام اهم للغاية كلام الاستاذ عمر الواني طبعا تحدث عن الاستنتاع بمصر تحدث للوفود ان هم موجودين في افضل مكان موجود او احد افضل اماكن الموجودة في القاهرة والاستمتاع بالقاهرة استمتاع بالمناظر الجميلة والنيل وايضا كان فيه كلام مهم جدا ان كل الوفود وكل البعثات هيزوروا كل الاماكن الساحية الموجودة في مصر دي حاجة من الحاجات المهمة للغاية دي تتعمل دعاية لنفسك من وجود عدد من الدول اللي بأس بها عندك 19 فريق منهم فريقين من مصر يعني عندك 17 دولة موجودة او في حوالي 15 او 14 دولة موجودة بكل فراءهم وبعثاتهم والبعثة الاعلامية هيكون موجودين ويذهبوا الى الاماكن الساحية الموجودة في مصر ودي حاجة مهمة جدا ودي القوى النعمة اللي بتستخدمها عشان تروج تبتدي الناس تشوف الحركة اللي موجودة في مصر الآن ويشوف قد ايه البلد بقت اكتف والنشاطات اللي موجودة غير ان انت هتشوف ملامح سياسية جميلة وطبعا عارفين المعالم الساحية اللي موجودة في مصر عاملة ازاي جميلة جدا جدا وكل دول العالم بيحلموا بس ان هم يزوروا هذه المعالم 19 فريق تم التقسيم لأربع مجموعات مجموعة النادي الاهلي فيها الاهلي وانوكامبا الاغاندي وانيونج الكاميرون واريفينيو الرواندي النادي الاهلي بصفة المنظم هعود مرة تانية وقرر نفس الموضوع اللي شددت عليه الاستاذة هويدا عضو طبعا مكتب التنفيذ الاتحاد الافريكي لكرة طائرة ان النادي الاهلي بصفة المنظم بيكون له الحق ان يكون في المجموعة الاقل عددا مع ثلاث فرق برضو فيهم فرق قوية نوكمبا من اوغاندا والكاميرون من نيونج واريفينيو الروانديا هتبقى ايضا التنفس على هذه المجموعة من السهل مجموعة تانية قرطاج التونسي راري سيتي من زبابوي ونجمة شلف من الجزائر بي دي اف من بتسوانا بافيا الكاميروني اعتقد ايضا مجموعة قوية الجو العام للمجميع المجميع كلها قوية مجميع ما فيش مجموعة تقدر تقول انه في تفاوت كبير كده من المستويات لا المجموعة متوازنة كان ايضا في حوار انه مش لن يتم وقوع فريقين من كلا الدولة في نفس المجموعة واذا تم حتى بي الصدفة حيتم نقله لباقي المجموعات لانت عندك من مصر النادي الاهلي ومن نادي الشمس عندك من الكاميرون ايضا فاب وانجز ونيونج كيلي وبافيا وفي من كينيا في بريزنز وفي فريق بايبلاين يعني في كذا فريق من كذا دولة واجراءات او مراسم اجراءات وقوع القرعة ووقوع الفرق في المجميع لا تسمح بوجود فريقين من نفس البلد في نفس المجموعة عشان كده تم التوزيع بهذا الشكل اللي حضراتكو شفته اشتركوا في القناة